المعارك لا تهدأ في هذه السلسلة الجبلية للسراتيجية من مديرية ناطع في وقت يبدي فيه الجيش والمقاومة الوطنية تصميماً على إنهاء الوجود الميليشياوي في محافظة البيضاء أكثر من أربعة أشهر مضت والجيش والمقاومة يخوضان معارك عنيفة متقطعة في مديريتين ناطع ونعمان وسط تدخل من قبل طيران التحالف وثيرة التقدم بطيئة هنا لكن الجيش يقول إنه حرر خلال الساعة الأربعة والعشرين الماضية مرتفعات مهمة في سلسلة جبل القرحاء الاستراتيجية وأنه يتقدم باتجاه منطقة فضحة الواقعة في مديرية الملاجم المجاورة خلال معارك الساعة الماضية قصفت مدفعية الجيش إمدادات للحوثيين على جانب الخط الإسفلتي بمنطقة القرحاء وسط خسائر وصفها الجيش بأنها كبيرة وفي ظل انسحابات لمقاتلية الميليشيا في هذه المنطقة تحت وطأة الضربات التي يوجهها الجيش والمقاومة وفي مديرية نعمان أعلن الجيش الوطني إحكام السيطرة على الخط المؤدي إلى عقبة القندع بعد معارك عنيفة خاضها مع عناصر ميليشيا الحوثي المتمركزة في العقبة والتي أصبحت الآن معزولة من كل الاتجاهات وفي الآن ذاته شن طيران التحالف غارات استهدفت مواقع العريف بمديرية الطفة وقواعد إطلاق صواريخ في محيط معسكر اللوى 26 بالسوادية وقاعد صاروخية أخرى بمنطقة الوهبية وفي هذا الموقع العسكري التابع للجيش في سلسلات مرتفعة القرحاء يقوم الجيش التابع لمحور بيحان باستخدام هذا النوع من الطائرات المسيرة لغرض التصوير واستكشاف مواقع العدو في هذه الجبهة يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الجيش الوطني والمقاومة يواجهان التحدي ذاته من شحة الإمدادات والخدمات اللوجستية الضرورية ومن بينها خدمة الإسعاف على نحو يكرس البيضاء جبهة استنزاف أخرى يحرص أبناؤها على أن تكون أحد مفاتح النصر رغم الصعوبات ترجمة نانسي قنقر